موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد إذن تم التحقيق من قبل أعلى سلطة في البلاد الملك شخصيا بطلب من يوسف بعد رفضه أن يقابل الملك ويخرج من السجن حتى تظهر براءته وتعلن للجميع قال ما خطبكنا إذ روتنا يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء النسوة فورا برأنا يوسف واعترفنا على أنفسهن وهنا اعترفت امرأة العزيز قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق هذا الوقت المناسب لإظهار الحقيقة طبعا مناسب معها ولا مو مناسب معها لأن البقية اعترفن طالما البقية اعترفن إن لم تعترف هي سيعترفن عليها لأنه هي قالت بلسانها أمامهن أنا راوة ولقد راوته عن نفسه فاستعصم يعني في شهود في شهود سمعنا منها الاعتراف فلما هؤلاء الشهود اعترفن فلم يبقى أمامها مجال إلا الاعتراف وقيل أنها في ذلك الوقت كانت قد أسلمت واتبعت دين يوسف عليه السلام لأنه أذهلها كيف يمكن لعبد فقير غريب شاب عذب ممتلئ حيوية أن يقاوم إغراء امرأة ملكة جمال وذات منصب وزوجة سيده ويقبل بالسجن ولا يقع في الفاحشة ما هذا الرجل ما هذا الدين الذي يستطيع من خلاله صاحبه أن يتغلب على أقوى غريبة عند الشباب وهي الشهوة الجنسية قال فما زالت تتبع حتى آمنت بيوسف عليه السلام شوفوا يا أخوانا ثبات المؤمن على إيمانه يجعل من يرى ولو كان من أعتى الكافرين يعيد التفكير في المبادئ والقيم فيتوصل إلى الإيمان ولذلك كل نكبة تنزل بالمسلمين اليوم ومنذ فجر الإسلام كانت تجعل الكثير من الكفار يدخلون في الإسلام مع أن الواقع مصيبة مذابح البوسنة والهرسك في تلك السنة دخل في الإسلام في أوروبا أكثر من 200 ألف لأن جعلهم يفكرون لماذا هؤلاء يقتلون أفقط لأنهم قالوا ربنا الله ألأن دينهم الإسلام ما هذا الإسلام الذي يجعلهم يقبلون بالقتل ولا يتخلون عنه كدين فدرسوا الإسلام فدخلوا فيه ففقدنا في البوسنة والهرسك 300 ألف شهيد وشهيدة قتلوا لكن دخل مقابلهم بنفس العدد وربما أكثر ممن أسلموا لما رأوا ثباتهم على الدين وهذا في كل زمان ومكان امرأة العزيز شاب عبد خادم في بيتي وأنا أطلب منه الفاحشة وهو يرفض ويتمسك بدينه ويقبل بالسجن ولا يقبل بالإغراءات التي أعطيته إياها ما هذا الدين دخلت فيه هذه رواية ذكرها الطبر القرطوي رحمه الله قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحص يعني ظهر ووضح وبان أنا راوته عن نفسه شوف امرأة العزيز اعترفت أولا للنسوة اعتراف وقاحة وغلبة شهوة لما قالت لهن ولقد راوته عن ثم اعترفت الآن أمام الملك وأمام النسوة اعتراف راجع إلى الحق استعملت نفس الكلمات ولقد راوته عن نفسه فاستعصم هناك وهنا قالت أنا راوته عن نفسي لكن هناك قالتها بمثابة أن اعزروني لقد رأيتن بأنفسكن ما جعلني أقع في حبه أنتم من نظر واحد قطعتن أيديكن ولم تشعرن أنا أعيش معه في الليل والنهار هو في بيتي فكيف أصبر عنه فهناك اعترفت اعتراف وقاحة وغلبة شهوة وليعذرها أولئك النسوة في حبها ليوسف لقد شغبها حبا إننا لنراها في ضلال مبين لكن الآن اعترفت اعتراف نادم مقر بالذنب تائب إلى الله قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين شوف كم برأ أخذ سيدنا يوسف النسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء امرأة العزيز أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين والأرجح أنها هي التي تابعت كلامها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فلما سمع الملك هذا الاعتراف وظهرت له براءة يوسف مش براءته بريء وعفيف جدا قبل السجن على الفاحشة وأمين جدا رضي بالعقوبة ورضي بالعقوبة على أن لا يخون سيده وعالم بتأويل الرؤى وعالم بوضع الخطط الاقتصادية على مستوى الدولة تزرعون سبع سنين وقال الملك أي بعد أن ظهرت براءته وتبين له عظيم قدر يوسف في عفته في ورعه في أمانته في صدقه في علمه وقال الملك اتوني به ما عدد له حجة الآن بد يأتي يأتي هيسى ويناله محاكمة وأعلن براءته على الملأ أستخلصه لنفسي مثل هذا الرجل لا ينبغي أن يكون إلا في عرش المملكة سيكون مستشاري الخاص سيكون نائب الأول سيكون الملك التنفيذي سأفوض إليه أمور كل شيء وأرتاحنا أنا لي اسم الملك والختم فليفعل ما يريد هذا الرجل عجيب وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه يعني أتي به وجلس مع الملك وكلمه فلما كلمه أعجب به أكثر من كل ما قد سمع منه وعنه سابقا فلما كلمه رجل فصيح رجل عالم رجل مهذب رجل مؤدب ما طالب بتعويض عن سنوات السجن ما طالب بالانتقام من هؤلاء الذين ظلموه ثم بدى لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أنا بالنسبة لي أنت الآن مكين يعني مكانتك قوية جدا عندي لا يستطيع أن يزحزح مكانتك عندي لا واشي ولا حاسد مش وقت كنت في بيت العزيز أمين أنا أثق بأمانتك وأعتقد أنك أمين لا تخون لأنك في أحرج اللحظات فضلت السجن على الخيانة قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم استغل يوسف عليه السلام وحق له إعجاب الملك به وطلب أن يكون على خزائن الأرض كلمة خزائن الأرض هنا مذهشة مذهلة روية أن الإمام مالك عندما قرأها قال سبحان الله مصر هي خزائن الأرض وووو طبعا للمعلومات مصر يعني وادي النيل كله الجهة الشمالية والجنوبية يعني سودان ومصر إجعلني على خزائن الأرض يعني إجعلني أنا المتنفذ الحاكم المدير لهذه البلاد اللي هي مصر فالإمام مالك لما نظر خزائن الأرض لماذا لم يقل اجعلني على خزائن مصر اجعلني على إدارة مصر قال اجعلني على خزائن الأرض أنا هلكن شغلة وهذه القضية التي سأذكرها هي التي رسختها سورة يوسف فيما سيأتي معنا وأذكر لكم مثال بلاد الشام والرافدين العراق تركيا التي ينبع منها نهري دجلة والفرات وكثير من الأنهار ثم دجلة والفرات يدخلون إلى الأراضي السورية والعراقية إلى الخليج العربي هذه الأنهار تجف وتكون في أدنى مستوياتها عندما يكون النيل في أعلى فيضانه نحن عندنا الأنهار في سوريا في العراق في تركيا تفيض وتتدفق في شهر ثلاثة وشهر أربعة آخر ثلاثة وشهر أربعة وأول خمسة عند زوابان السلوج من أعالي الجبال النيل يكون في أكعب حالاته شوف التوازن اللي الله جعله في الأرض عندما يغيض النيل تفيض بقية الأنهار فإذا غاضت بقية الأنهار في شهر ثمانية بدأت الأمطار في سقوط الأمطار الموسمية في خط الاستواء ففاض النيل غاض النيل فاضت بقية الأنهار غاض بقية الأنهار فاض النيل تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله رب العالمين تف التوازن لذلك عندما حدثت مجاعة في بلاد الشام عند أولاد يعقوب لم يجدوا إلا أن يذهبوا إلى مصر التي كان على خزائنها يوسف فيطلبون المونة والميرة منه في هذه السبع سنوات العجاف يوسف بحسن إدارته لم يطعم فقط أهل مصر أطعم ما حولها من البلدان لذلك قال خزائن الأرض ما قال خزائن مصر أولاد يعقوب جاءوا من أرض فلسطين فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا أهل الشام يقولون لقيادة مصر أوفي لنا الكيلة وتصدق علينا عندما قحطت بلادهم جاءوا إلى وين إلى مصر التي يحكمها من مش فرعون نبي الله يوسف الذي كان لا يسرق ولا يغل ولا يخون وكان حفيظا يستطيع التدبير أمينا لا يخون عليما كيف تكون وتجري الأشياء فأصبحت مصر مقصدا لجائعين في بلاد الشام وهذا حدث في زمن سيدنا إبراهيم كما ورد في الحديث الصحيح أن إبراهيم لما قحطت بلاد الشام ذهب إلى أرض مصر وحدثت تلك القصة أن جبار مصر قيل له إن رجلا من أهل الشام دخل مع زوجة لا تليق إلا لك السيدة سارة كانت جميلة جدا 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 لذلك قيل أن سيدنا يوسف خرج في الجمال يشبه جدته سارة فأرسل هذا الجبار إلى إبراهيم فقال من هذه منك؟ فخشي إبراهيم أن يقول له زوجتي فيقتله قال أختي وهذه إحدى التي قال عنها إبراهيم الكذبات الثلاث في حديث الشفاعة الطويل وليست كذبة لأنه مضطر قال أرسلها إليه فأرسلها إليه وقام إبراهيم يصلي فلما أراد الجبار أن يمد يده إليها تيبست يده قال ادعوا ربك ولا أمسك بثوء فدعت الله فرجعت يده ثم حاول ثانية فيبست يده ثلاث مرات ثم قال لمن حوله لعنكم الله لقد جئتموني بشيطانه قال ثم أخدمها هاجر أعطاها هاجر هدية لتكون أمة عندها وردهم مكرمين إلى بلاد الشام ومن هنا حصل إبراهيم على هاجر يعني هجرة بلاد الشام عندما تجوع بلاد الشام تكون مصر تفيض بالخيرات اجعلني على خزائن يا حسرتي على مصر الآن يستوردون القمحة من أوكرانيا وروسيا فلما اشتعت الحرب الأوكرانية الروسية أصبحوا في مصيبة يتسولون استيراد القمح من الشرق والغرب أخ ماذا نقول لذلك صدق من قال لا توجد بلاد غنية ولا بلاد فقيرة توجد إدارة سيئة وإدارة جيدة هذه مصر الآن التي يقول بعضهم نحن بلاد فقيرة أوي بلاد فقيرة أوي هي خزائن الأرض لكن لما تحكم بها من يحسن الإدارة بدون تفاصيل اجعلني على خزائن الأرض حطوا لخطين تحت خزائن الأرض هذه مذهلة إني حفيظ عليم سيدنا يوسف لما طلب الوظيفة طلبها بمؤهلاته إني حفيظ عليم ما قال له إني جميل نبي ابن أنبياء ما طلب الوظيفة بحسبه طلب الوظيفة بكفاءته حفيظ عليم الآن كيف توضع الوظائف في معظم بلادنا الخربانة التعبانة دي توضع على الحسب والمحسوبية هذا حطيته وزير ليه يا أخي دا ابن فلان زعيم الحزب الفلاني بل ذا حمار ما يعرف والله دا حمار ما حمار المهم أبو فلان حطوه وزير إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قالوا يا رسول الله ما تضيع الأمانة قال إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة لأن الساعة لا تقوم حتى تخرب الأرض ولن تخرب الأرض إلا إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب فانظر إلى عبارة يوسف والقرآن يعلمنا في كل حرف في كل آية في كل موقف رأينا خذائنا الأرض والآن نقول إني حفيظ عليم طلب الوظيفة بمؤهلاته بكفاءته باستحقاقه ولم يطلبها بجماله أو حسبه لم يقل اجعلني على خذائنا الأرض أنا ابن يعقوب ابن أسحاق ابن إبراهيم ما ذكر الحسب والنسب هنا ليس للحسب والنسب دخل في النجاح بحمل المسؤولية الذي له دخل توفيق الله ثم الكفاءة إني حفيظ عليم جعل الله لنا هنا آية اعتراضية أو آيتين لتثبيت المعاني في قلوبنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء لما الله عز وجل حدثنا عن دخول يوسف إلى مصر ووصوله إلى الذي اشتراه قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وهنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لكن انظر النهاية هناك ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالبا على أمره هنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء أصبح القرار ليوسف والحكم بيد يوسف إن شاء في الإسكندرية سكن فيها وحكم منها إن شاء في القاهرة ولم تكن هناك قاهرة يعني في مصر القديمة حكم فيها يتبوأ منها حيث يشاء أصبح الأمر أمره والحكم إليه وأوامر الملك ينفذها هو لم يكن هو ملك ولكنه كان كالملك نصيب برحمتنا من نشاء هلأ برحمتنا هنا إذا أولناها على الملك والحكم من نشاء من المؤمنين والكفار صح الله يعطي ملكه في بعض أرضه لكافر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك آتاه الله الملك الله الذي جعله ملكا مع أنه كان كافرا وادعى الربوبية نصيب برحمتنا إذا قلنا رحمتنا هنا بمعنى التولية ولكن التولية بحد ذاته ليست رحمة وإنما الإحسان في التولية هي رحمة ليس كل إمام في الجنة ولكن الإمام العادل في أعلى الجنة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله إمام عادل وأحدهم ورجل أو شاب دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يعني سار على سنة يوسف ووقف في حياته موقفا كموقف يوسف هذا في ظل عرش الله يوم تكون الشمس على رؤوس الخلائق والذي يكون في ظل عرش الله بعد الحساب أين يكون ليس في الجنة بل في أعلى الجنان ولا نضيع أجر المحسنين المحسن ربما يبتلى ويوسف محسن وابتلي بحسد إخوته وابتلي وألقي في الجب وابتلي وبيع عبدا رقيقا وابتلي واتهم بما اتهم به بعد مراودة مرأة العزيز له عن نفسه وألقي في السجن لكن هذه بداية القصة انتظر حتى ترى النهاية ولا نضيع أجر المحسنين الآن جاء في روايات عند القرطب والطبر وغيره أن العزيز هنا أعتق يوسف أصبح يوسف حرا فأصبح يتحكم بمصر وهو حر ثم مات العزيز العزيز زوج التي راودته مات الآن في هذه الأثناء بعد أن أعتق يوسف قال لأنه ندم على ما فعل به وأنه زج به في السجن وهو يعلم أنه بريء فأعتقه الآن يوسف وصل إلى أعلى المقامات واسترد حريته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء هي دليل على أنه أصبح حر لأن العبد لا يتبوأ من الأرض إلا حيث يشاء سيده أما هنا يتبوأ منها هو حيث يشاء إذن إشارة إلى أنه أصبح حرا وملكا مكنا له في الأرض أي كأنه ملك نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أنت عليك أن تبقى محسن وتحافظ على إحسانك وسيكرمك الله في الدنيا والبرزخ والآخرة ربنا جعل على نفسه عهدا وقطع وعدا ولا نضيع أجر المحسنين وقال في موضع آخر والذين جاهدوا فينا تغلبوا على أهوائهم شهواتهم لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين المعية الخاصة معية الإكرام والنصر والتفضل ولا أجر الآخرة إذن هو يتكلم عن أجر الدنيا هنا ولا نضيع أجر المحسنين لأنه أعقبه بقوله ولا أجر الآخرة خيرا للذين آمنوا وكانوا يتقون حافظ على إيمانك على إحسانك على تقواك وأنت من أهل السعادة في الدنيا والآخرة ولكن في الدنيا ستتعرض لابتلاءات من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث ما ما أنا يجعل له مخرجا يعني سيقعوا في الضيق لكن الله لن يتخلى عنه فليصبر وليتقي وسيجعل الله له مخرجا لكنه في الآخرة وقالوا الحمد لله الذي أورسنا الأرض يعني هزمنا نصرنا ثم كانت العاقبة لنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين شوف أورسنا الأرض بعد حروب ومطاحنات كنا أزل فأعذنا الله كنا جياعا فأغنانا الله كنا والعقبة للمتقين لكن في الجنة لهم وحدهم وأورسنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء نعم ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وهنا تنتهي المرحلة الأولى من مراحل المنح التي وهبت ليوسف خرج من السجن إلى أعلى المراتب في الدولة إلى قصر الملك وأصبح هو الملك الحقيقي مع وجود الملك الملك يختم ويوافق على كل ما يقرره يوسف ويوسف هو المتحكم الممسك بالذمام الأمور وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة